مشاهدين التاسع صباحا ومع موجز الأهم الأنباء مع أهالة الحاملويت شكرا جمانة التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العالمين الجديدة رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان حيث أكد رئيس السيسي اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة كما أكد موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه هذا وأوضح متحدث رئاسة أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظا على سلامة وأمن السودان الشقيق مشيرا إلى أن اللقاء تناول أيضا تطورات مصار دول جوار السودان فضلا عن مناقشة سبول التعاون والتنصيق لدعم الشعب السوداني لأسيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة أعقدت اللجنة المشتركة من مجلسي النواب الليبي والدولة 6 زائد 6 اجتماعا بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي لمناقشة الملاحظات المتعلقة بمشاريع قوانين الانتخابات وفق ما صرح به المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ونقش الجانبان النقاط محل الخلاف والبدء في وضع بنود وحلول توافقية أعلن ضباط كبار بالجيش الجابوني استيلاءهم على السلطة في الساعات الأولى من صباح اليوم وعلن الضباط إغلاق حدود البلاد لأجل غير مسمى وحل مؤسسات الدولة وأشعروا إلى أنهم يمثلون جميع قوات الأمن والدفاع في الجابون وزعم الضباط أن خطوتهم جاءت بسبب افتقار الانتخابات العامة الأخيرة للمصداقية ويأتي ذلك عقب إعلان مركز الانتخابات في الجابون اليوم فوز الرئيس علي بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية وحصوله على أكثر من 64% من الأصوات حيث نظمت الانتخابات الرئاسية عقب انتخابات عامة شهدت تأجيلات وزعمت المعارضة تزوير نتائجها قال ميخائيل فدرنيكوف حاكم منطقة بيسكوف إن الجيش الروسي صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار مدينة بيسكوف التي تقع في غرب روسيا وظهرت مقاطع مصورة أشرتها وسائل إعلام روسية دخانا أسودا كثيفا يتصاعد فوق المطار بينما قال سكان المحليون إنهم سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار تكرت وكالة الأنباء الروسية تاس نقلا عن مسؤولين في الطيران المدني الروسي أن المجال الجوي المحيط بمطار فونكوفو في موسكو أغلق لفترة وجيزة في وقت مبكر من اليوم وأعادت السلطات فتح المطار أمام حركة النقل الجوي وصدر أمر الإغلاق بعد أن قال مسؤولنا إن الجيش صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار في مدينة بيسكوف مما ألحق أضرارا بأربع طائرات نقل عسكرية قالت الإدارة العسكرية المحلية في كييف إن شخصين قتل جراء تساقط حطام ناتج عن هجوم صاروخي استهدف العاصمة الأوكرانية يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الروسي أنه أسقط ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقة باريا ناسكا الجنوبية وواحدة فوق منطقة أورلوف الوسط وواحدة فوق منطقة كالوجا الجنوبي موسكو مضيفا إن إحدى طائراته دمرت أربعة زوارق سريعة أوكرانية فقل ما يصل إلى خمسين مظليا في عملية بالبحر الأسود نفت الولايات المتحدة وجود ذخائر عنقودية ضمن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا وقالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا يونغ إن المساعدات المقدمة بلغت قيمتها 250 مليون دولار مضيفة أن المساعدات تشمل معدات لإزالة الألغام وذخائر مخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات القوية وأنظمة هيمارس إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة أعلنت القوات البحرية الأمريكية عن بدء إجلاء السفن والطائرات من القواعد في ولاية فلوريدا نظراً لاقتراب إعصار إيداليا الذي من المتوقع أن يضرب سواحل الولاية وأكدت البحرية أنها قامت بإجلاء سفينة كوبرستون من قاعدة ميبورث البحرية وستواصل إجلاء السفن مضيفة أن السفن التي ستبقى في الميناء ستتخذ البحرية الأمريكية الإجراءات لضمان رسوها الآمن في ظروف التقس السيئة مشيرة إلى أن الطائرات التي لن يتم سحبها من المنطقة ستوضع في الحظائر المجهزة لتحمل العاصير ورياضياً أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف عن إقامة قرعة الدول الأفريقي يوم السبت المقبل الموافق الثاني من شهر سبتمبر وأوضح الاتحاد أن المباريات ستقام على مدار أربعة أسابيع حيث ستقام مواجهة الافتتاح في تنزانيا في العشرين من شهر أكتوبر القادم وضيفاً أن المباريات في البطولة ستقام بالنظام الذهابي والإياب وأشار كاف إلى أن مباريات النصف النهائي ستقام في الفترة ما بين التاسع والعشرين من أكتوبر إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل بينما سيقام النهائي يومي الخامس والحادي عشر من نوفمبر المقبل انتهى موجهة التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يوم مصر بعد الفاصل